في الوقت الحاضر تعد ألعاب الفيديو جزءا من عالم الأطفال وغالبا ما تكون في سن مبكرة يمكن للأطفال الوصول إلى هذه الألعاب على منصات مختلفة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب وكذلك الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة لذلك من المهم الإشراف على استخدامه لأن بعض ألعاب الفيديو تنطوي على مخاطر والفخاخ التي يمكن أن تضر بي نمو الطفل وسحجه أولا عندما يغضي الطفل وقتا أمام الشاشة لا يمضي هذا الوقت في النشاط والحركة والنشاط البدني ثم فإن لما عانى صادر عن الشاشات المختلفة يبقي الدماغه مستقضة لذلك يوصى بالحد من استخدامه في المساء وتجنب تعرض الطفل له قبل النوم أخيرا أيا كان نوع لعبة الفيديو فإن خطر ظهور إدمان دائما موجود وبخلاف عدد الساعات التي تقضيها أمام الشاشة تشكل بعض السلوكيات علامات التحذير التي قد تشير إلى الاعتماد ارتفاع مستوى التوتر الإثارة في المدرسة وتوجد كوابيث متكررة والتهيير لذلك كمن المهم أن تراقبها عن كثب محتوى الألعاب الفيديو التي يلعبها الطفل إن العديد من الدراسات ربطت أيضا عنف بعض الألعاب الفيديو بالسلوك أن الطفل يمكن أن تسبن في وقت لاحق شخص يمكن أن تتعلم على الألعاب الفيديو وإنها اتضاف أنه يكون من أعلى الفيديو وإنها جيدة من أحب المدرسة وإنها أكتب مع بعض السلوكيات الألعاب الفيديو الممكن بيهام 2019 de nos jours les jeux vidéo font partie de l'univers des enfants souvent dès leur plus jeune âge لذلك هل يقبحت على أن يستخدمة أن يستخدموا على أن يستخدموا على أن أسيارك لقناة لديك سيارة في جيارك سيارة والمسيارات يستخدم أو الأعباء لذلك يستخدم إناع تلك الغدقاء لأندلثيين يستخدموا حيث أكثر من أقوة وعاذ كل إستخدمه ل LOسطة في فلسطة في الأنسان Il ne consacre pas ce temps à bouger et à s'activer physiquement. Ensuite, la luminosité dégagée par les différents écrans tient le cerveau éveillé. Il est donc recommandé d'en limiter l'usage en soirée et d'éviter que l'enfant y soit exposé avant le coucher. Enfin, quel que soit le type de jeu vidéo, le risque de développer une dépendance est toujours présent et, au-delà du nombre d'heures passées devant l'écran, Certains comportements constituent des signaux d'alerte pouvant indiquer une dépendance, niveau de stress élevé, agitation à l'école, présence de cauchemars fréquents et irritabilité. Il est donc important de surveiller de près le contenu des jeux vidéo auxquels joue l'enfant. De nombreuses études font d'ailleurs un lien entre la violence de certains jeux vidéo et les comportements que l'enfant peut adopter par la suite. Le risque lié aux jeux vidéo violents est d'apprendre à l'enfant que parmi les solutions à un problème, plusieurs comportements violents sont possibles.